المشاهدين في كل مكان صباح الخير بنصبع عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والأمل لكل مشاهدينها دائما نؤكد أنه بالعمل وبالعمل فقط نصل إلى ما نصبه إليه ونحقق ما نتمنى من تقدم ورفع لهذا الوطن كل عام وكل عمال مصر بخير اليوم عيد العمال ليس في مصر فحسب بل في كل أنحاء العالم مناسبة يمكن نختارها كل العمال لكي تكون هي عيد متكرر سنويا عيد العمال يمكن بنبعث به بالتهنية لكل عمال مصري يمكن هم القعدة والقعدة العريضة من أجل التنمية التنمية الحالية أيضا والتنمية المستدامة في كل عام وكل المصريين بخير مشاهدينها يمكن فقراتنا هتكون منصبة هذا اليوم حول هذه المناسبة هنتكلم عن الإعداد النفسي والجانب المرتبط بتأهيل العمال من أجل العمل في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم وبالعمل الدقوب يمكن هو الطريق والطريق الوحيد من أجل تجاوز هذه المشكلات هيكون لنا حديث في هذا الموضوع مع الأستاذ دكتور عاصم عبد المجيد أستاذ مساعد علم النفس بكليات الدراسات العليا بجامعة القاهرة أعلمكم بعد هذا الفاصل وقراءة سريعة لأهم أخبارنا مشاهدين في كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية قراءة سريعة لأهم أخبارنا معكم اليوم الرئيس سيسي يستقبل رئيس وزراء اليابان في قصر الاتحادية والرئيس سيسي ورئيس وزراء اليابان يشهدان توقيع اتفاقيات في الاتصالات ومتر الأنفاق الرئيس يدعو الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر رئيس وزراء اليابان مصر تلعب دورا هاما في ضمان استقرار الشرق الأوسط وإفريقيا رئيس الوزراء يهنى الرئيس سيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الخميس المقبل أجازة رسمية بدلا من الاثنين بمناسبة عيد العمال وزير الداخلية بذكرى عيد العمال يجسد تقدير الدولة لسواعد فنية وعقول أبية قلة النوم تؤدي للإصابة باحتشاء عضلة القلب لمريض السكر البطيخ والبطاطس والفواكه المجفافة ترفع نسبة السكر بالدم وأخيرا من أخبار التقس معنا اليوم تقس الاثنين مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وشبورة والعزمة بالقاهرة 26 والصغرى 17 الإسكندرية 24-15 مطروح 21-16 سهاج 29-16 قنة 30-17 وأخيرا محافظة أسوان العزمة 32 والصغرى 19 مشاهدينا دي كانت إطلالة سريعة لهم ما أخبارنا معكم اليوم نلتقي بعض الفاصل وأول لقاتنا فانتظرونا من سبع لكم مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية وبنتوصل معكم على الهوام بشارة وأول فقراتنا كما نواهنا في البداية وحديث حول الإعداد النفسي من أجل العمل وقيمة العمل في حياتنا وما يثيره من أهمية لما يضيفه من شكل مختلف لطبيعة الحياة اليومية حديث عن العمل وقيمة العمل والجانب والإعداد النفسي لأجل أداء الأعمال المختلفة خاصة وإحنا نتحدث عن دولة يمكن بتبنى وبتبنى بقوة بسواعد كل من يعيش فيها وأكثر تخصيصا وتحديدا هم العمال في هذه المناسبة مناسبة عيد العمال أستاذنا يكون معنا في هذه الفقرة أستاذ دكتور عاصم عبد المجيد أستاذ مساعد علم النفس بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة أهلا بك معنا فند أهلا بمحضاتك وكل السادة المشاهدية يعني إيه الإعداد النفسي للجانب اللي هم العمال أو من يعملون بشكلهم هل إحنا بنخص فئة معينة هي العمال ولا الإعداد النفسي لكل من يعمل بشكل عام هو مبدئيا في البداية طبعا كل سنة وكل عمال مصر في كل المجالات بخير وصحة وسعادة الجانب النفسي في أي عمل من الأعمال في أي قطاع من القطاعات مهم جدا لأنه إذا كنا بنتكلم عن قطاع مثلا إنتاجي فالجانب النفسي بيؤثر في جودة المنتج وفي وفرته إذا كنا حتى بنتكلم في قطاع خدمي فبرضه العامل النفسي بيؤثر في جودة الخدمات المقدمة للجمهور وفي الأرياحية في التعامل ما بين الجمهور المستفيد وما بين القائم بالعمل فالعامل النفسي مش بس مهم على العمل نفسه أو إنعكاساته مش بتكون على العمل بس وإنما على القائم بالعمل نفسه الشخص نفسه العامل بيشعر بالسعادة بيشعر بالثقة بيشعر بالإنجاز الحاجات دي كلها بتدعم الإيجابية عند الشخص العامل بتخليه شخص واثق من نفسه شخص سعيد بتنعكس على جودة حياة الشخص نفسه طيب يعني أنا دلوقتي لما بعلم من قيمة جانب النفسي لدى العامل إيه هي محددات هذه؟ يعني أنا دلوقتي لما أبتدي أعمل في مكان أعتقد أنه أنا بأخذ مكافأة ده بيعلم من قيمة بما إنه اكتهت فيأخذ مكافأة تقدمت في السنين عملي في المكان بترأى يعني الحاجات دي هي دي المحددات لو هنتكلم بقى عن البيئة الإيجابية الداعمة للعامل النفسي البيئة الإيجابية دي بتشمل حاجات كتير جدا أولها حتى البيئة المادية نفسها اللي احنا بنشتغل فيها هل هي منظمة ولا يعني عملية تنظيم مكان العمل نفسه التنظيم والألوان حتى المستخدمة وترتيب الأساس وجودته دي كلها عوامل مادية موجودة في بيئة العمل ولكنها تؤثر على الحالة النفسية للعامل النقاط الأخرى المهمة العنصر المتعلق بالتدريب والتعلم والمنافسة الشريفة اللي بتقوم بين الأفراد القائمين بالعمل إذا توفرت فرص جيدة للتدريب وفرص جيدة للتعلم وفرص جيدة للترق زي ما حضرتك فضلت وأشارت كل هذه الأمور تؤدي إلى شعور جيد لدى الفرض ويعني تحسن من حالاته النفسية والميزاجية أيضا التحفيز برضو زي ما حضرتك فضلت وأشارت التحفيز عامل مهم جدا التحفيز ده ممكن يكون تحفيز مادي مكافآت وزيادة في المرتب أو التحفيز معنوي أن الشخص يترقى أو يحصل على تشجيع حتى وسناء ومتح من قبل الرئيس بتاعه الحاجة برضو المهمة اللي بتخلي بيئة العمل اللي احنا شغالين فيها بيئة إيجابية عملية بقى التواصل الإنساني والتواصل الجيد ما بين العاملين وما بينهم وما بين الرؤساء بتاعهم وما بينهم برضو ما بين اللي بيقدموا لهم الخدمة يعني عملية التواصل دي الجيد عملية مهمة جدا لأنه إحنا لما بنجي نشوف أغلب المشاكل اللي بتحصل بتحصل نتيجة مشكلة في التواصل يا إما فيه تواصل غير جيد بين الشخص وبين زملائه أو تواصل غير جيد بين الشخص وبين رؤساءه أو تواصل غير جيد بينه وبين اللي بيقدم له الخدمة ففيه من النقطة دي بتنشأ مشكلات كثيرة جدا من العوامل برضو المهمة اللي بتدعم البيئة الإيجابية العلاقات الإنسانية اللي بتتسم بالود والتعاون مفيش فيها بقى المنافسة غير الشريفة أو الحقدة أو الحسد إلى آخره لقى يبقى فيه تعاون بقى فيه وود وبقى فيه علاقات حميمية بين الأشخاص اللي بيعملوا يعني قرب ومودة وألفة برضو من الحاجات اللي بتدعم البيئة الإيجابية أن يبقى فيه دايما إيجابيات موجودة في البيئة مش بس تحفيز ومش بس أن أنا أتعلم ومش بس أن أنا يبقى فيه منفسة بتخليني أترقى وأطلع لفوق لا يبقى فيه دايما حاجات أو أهداف إحنا بنحققها حاجات إيجابية إحنا بنوصل إليها ما يبقاش عمل بلا جدوى وبلا معنى طب يعني إحنا قلنا الإيجابيات طب برضو لازم نبايني السلبيات علشان يبقى فيه بقى مقارنة ولا ونوضح الصورة إزاي هي تحاول هذا السلبي إلى إيجابي يعني بالضبط يعني بنقول بقى على السلبيات دي بنشير إليها بأن هي ضغوط العمل الضغوط اللي بتنشأ عن النتيجة بقى تواجدنا في بيئة عمل ومع أشخاص آخرين بتنشأ العديد من الضغوط الضغوط دي لازم أول حاجة الشخص يتعرف على هذه الضغوط ويفهمها كويس أوي ويعرف مصدرها إيه كقاعدة عامة لما بنجي نتعامل مع أي ضغوط في البيت أو في العمل أو في أي مكان لازم أول حاجة إذا لم تستطع التغيير إذا أنت مش قادر تغير هذه المشكلة فعليك أن تقبل إذا لم تستطع القبول أحاول إذا لم تستطع التغيير لا هي مش دايما ما احنا بقى بنقول لا يعني نوعية الضغوط إيه بس نوعية الضغوط بتنشأ يعني عندنا مصادر كتيرة جدا للضغوط زي ما كنا بنقول دلوقتي ممكن تنشأ نتيجة التواصل ممكن تنشأ نتيجة عدم الاتزام بالقوانين فأنا مهم جدا إن أنا أحدد هذه الضغوط أفهمها وأفهم مصدرها وأفهم أسبابها وأبص دايما عليها بشكل إيجابي يعني النقطة دي مهمة بقى دايما الناس بتتوقع دائما النجاح في كل حاجة من أول مرة وإنه ما فيش حاجة اسمها مشاكل والمفروض أن الأمور تسير على ما يرام في جميع الأحوال وده طبعا خطأ منهاجي في الحياة يعني إحنا دايما عايزين نقول لازم نتقبل أنه في مشاكل في الحياة لازم هتواجهنا ولازم نتقبل أنه في فشل وعلينا أن نضع خطط للتعامل مع هذا الفشل ومع هذه المشكلات وتجاوزها يبقى أول نقطة إن أنا بحدد هذه الضغوط وبشوفها بشكل إيجابي إن هي عقبات هتجاوزها وهكتسب من خلالها خبرة وليست يعني محبطة بالنسبة لي أو إن هي هتوقف مسرتي في الترقي وفي العمل وإنما هي هتكسبني خبرة تخليني أجود العمل بعد كده العمل نفسه بقى أن أنا أركز على الجوانب الإيجابية في العمل نفسه بقى مش في الضغوط بقى كمان يعني أنا بشتغل وظيفة معينة أو عمل معين أشوف إيه إيجابيات وهذا العمل إيجابياته إيه وأركز دايما على النقاط الإيجابية لأن الإيجابية تستدعي مزيد من الإيجابية طب التحريك بتتكلم برضو على دور اللي أنا بتكلم على السلبية اللي بيتعرض لها من يعمل بتخلي البيئة سلبية نفسها يعني بعيدا عنه هو يعني هو بيتعرض لسلبية ما لزلم ما لمشاكل ما يعني إيه هي بقى هدي المشاكل اللي ممكن تخلي إن العمل لا ينتج إن الموظف ما يقومش بدوره أنا عايز بس أوضح النقطة دي عشان نتكلم بقى على الجانب الإيجابي يعني هو طبعا زي ما حدك قلت برضو ممكن الشعور بالظلم والإضطهاد ممكن عدم الرضا الوظيفي عدم الرضا الوظيفي ده حط بقى تحتها حضرتك الكتير جدا من المشكلات ممكن مشكلات مادية دي مسؤولية مين؟ العامل نفسه ولا الفوق العامل؟ على حسب بقى ما هو للوقتي الرضا الوظيفي ده لو السبب فيه عدم التقدير المادي من قبل صاحب العمل فيبقى هنا صاحب العمل هو صاحب المشكلة أو هو مصدر المشكلة إنه ما فيش تقدير ماد كويس للعامل اللي بيشتغل ده فما بياخدش مكافآت كويس ما بياخدش راتب مناسب لعمله التفرقة؟ بالضبط دي النقطة التانية كنت تسألها لحضرتك إنه عدم الالتزام بالقواعد والقوانين الموضوعية والحيادية والشفافية لما بتكون موجودة في بيئة العمل بتخليها بيئة عمل إيجابي يعني معايير موضوعية للترقي واللوائح والقانين واضحة للجميع ومعروفة للجميع وبتطبق على الجميع بالاستثناء غياب الموضوعية أو غياب الحيادية أو غياب الشفافية يؤدي إلى الكثير من المشاكل وهذه المشاكل تؤدي إلى عدم الرضا الوظيفي يبقى الشخص مش راضي عن عمله وأحد برضو الطرق اللي بنقولها لأصحاب الأعمال إن أنت لازم تعزز قيمة الولاء والانتماء عند العمل للعمل نفسه وللمؤسسة اللي بيعمل فيها انتماء لو جانب الانتماء أب الضبط لازم تعزز هذا الانتماء للعمل نفسه لنوع العمل يعني لو هو معلم مثلا يبقى لازم يشعر بقيمة يعني ايه معلم وأهمية يعني ايه معلم ويبقى حابب هذه المهنة ثم للمؤسسة اللي بيعمل فيها المدرسة تحديدا أو الإدارة اللي بيشتغل فيها دي مسؤولية الحقيقة برضو إحنا عايزين نقول إن المدير أو المسؤول عن عمل ما هو عليه مسؤولية ليست الإدارة الإدارية والمادية فقط لبيئة العمل ولكن إدارة شخصيات الموجودة معاه والحالة النفسية السيطرة على الحالة النفسية للعمال أو تحفزهم أو دعم الإيجابية عندهم وأن هم إزاي يكونوا أشخاص يعني بيتمتعوا بسواء نفسي وعندهم رضا وظيفي ومعندهمش احتراق وظيفي وزعلنين من الشغل في هذه الحالة إذا تمتعوا بقدر كبير من الرضا عن العمل والسعادة والإيجابية ده هينعكس على جودة العمل نفسه طيب إحنا نتكلم عن عيد العمال عيد العمال المقصود بيه هم العمال اللي في المصانع اللي وقفين وراء الألات يعني اللي هم بيعملوا بأيديهم مع تغير بيئة العمل طبعا نتطورها ولا عيد العمال ده مرتبط بكل من يعمل سواء الموظف بقى سواء المدير سواء غيره يعني هو بالطبع بيشمل الجميع إحنا لما نشوف حتى تطور الأعمال بدأت من الصيد مثلا أو الحرف اليدوية دلوقتي إحنا معظم قطاعات العمل بقى التكنولوجية وبقى العامل مش بس بيعمل بإيده ده بقى دلوقتي بيشتغل بدماغه أكتر ما بيشتغل بإيده وبيتطلب الإلمام والمعرفة بالعديد من المهارات التكنولوجية ومعارف متقدمة ومعارف إنجليزي كمان فلا إحنا بنتكلم على العمل في أي مكان والجانب الخدمي لا يعني الجانب الإنتاجي كل هذه الأعمال بتؤدي وظيفة في المجتمع وكل هذه الأعمال بتتكامل في بناء المجتمع وتنميته وأي حد في أي مجال المعلم والطبيب والمهندس والعامل في المصنع الكل له دور بيقوم به وطبعا حالته النفسية مهمة جدا 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 علشان هذا التكامل يحدث بشكل صحيح ويؤدي في النهاية لتنمية متساوية ومتوازنة للمجتمع ما يبقاش فيه تنمية لجانب على حساب جانب آخر ما نتحدث عنه من تنمية التنمية المستدامة وهذا المعدة وهذا الموضوع هي تنمية إن إحنا بنلاحظ إيجابياتها في المدى القريب ولا لا إحنا المفروض إن إيجابياتها دينا المسها على المدى البعيد لا التنمية المستدامة هي البدء من الآن ومعنا خطة للاستمرار وعننا على المستقبل واستشراف المستقبل والإعداد له يعني ما انتظرش نتيجة آنية لا ما انتظرش نتيجة آنية وإنما أنا بتوقع هذه النتيجة بناء على اللي أنا بعمله دلوقتي يعني أنا بعمل خطوات مدروسة ومخطط لها جيدا وزي ما قلت لحضرتك كده بستشرف من خلالها المستقبل وعيني على المستقبل وعارف إن هذه الخطوات هي خطوات في سلسلة من الحلقات تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة وبالتالي الانتظار يعني برضو من النقاط المهمة برضو حضرتك لفت نظري إليها في إدارة الفرض لضغوط العمل بتاعته إنه ما يتعجلش النتائج ويتأنى ويعني يتحلى بالصبر استعجال النتائج ده وإن إحنا عايزين النتيجة دلوقتي حالا ده بيسبب الكثير من الضغوط وبيسبب الكثير من المشكلات في العمل لكن طبيعة الحياة إن هي خطوات مترتبة على بعضها في النهاية بنوصل للنتيجة بس نكون عارفين إحنا يعني ماشيين على الخطوات صح ولا لا ومين اللي هيبين إذا كنا ماشيين صح ولا لا المعايير يعني لازم زي ما بنقول لازم كل حاجة تبقى موضحة ومحددة التنمية والتعليم والتدريب المستمر اللي أشارنا إليها في البداية مهمة عشان كده علشان يبقى العامل شريك في صنع الخطة وفاهم الخطة ويعنيه مع المدير ومع المخططين على المستقبل لأنه برضو يعني خلينا نكون صريحين إحنا فيه عندنا فجوة ما بين التخطيط وما بين التنفيذ يعني دايماً اللي بيخطط مش بيوضح الأمور بشكل يعني واضح بيخطط نظري بيخطط بمعزل عن اللي هينفزه بالضبط يعني بيبقى منعزل عن اللي هيقومه بالتنفيذ لأن عايز اللي بقى هيقوم بالتنفيذ ده يبقى شريك في عملية التخطيط وفاهم اللي إحنا بنعمله النهاردة ده بنعمله ليه وإيه اللي هيترتب عليه في المستقبل علشان حتى هو لما الشخص لما بيكون فاهم وعارف هو بيعمل الحاجة دي ليه بيعملها بجوضة أفضل وبيعملها برضة أكبر وده بيؤثر على التنمية في المستقبل يعني إيه علم يعني إزاي يدخل علم النفس يعني ده بالنسبة لي جديدة يعني ولكن أعتقد أن كثير جدا من دول اللي تقدمت دخلت هذا الموضوع في إعدادها وتدريبها لعملها أو العاملين بشكل عام إزاي نحنا نلجأ لهذا الموضوع هل ده شيء أو علم مستحدث في هذا المجال ولا لا متخذ بيه كثيرا ونحن متأخرين في التخاذ ولا يمكن إحنا مستخدمين وأنا مش عارف لا بالطبع مستخدمين وعلاقة علم النفس الحقيقة بالعمل علاقة قديمة قدم علم النفس وقدم العمل يعني نظريات التوجيه والإرشاد المهني موجودة من زمان وعمليات الانتقاء والتوجيه للعاملين في وظائف معينة وتصنفهم ويبقى ده يصلح لهذه المهنة أو لا يصلح كنت بس معنى فيه إدارات ما التوجيه المعناوي ولا معرفش يعني إدارات دي بيبقى كده نظرية أنا ما بتقومش بدور لا التوجيه المهني لا بيقوموا بدور لا مع عملية الفرز والاختيار دي بتتم بناءا على اختبارات وعلى مقيس وده بتطبق في العديد من القطاعات حتى في البيئات يعني في الكليات اللي بتخرج لنا مثلا الجامعة العملية أو غيرها أو غيرها بيدرسوا علم نفس ففكرة حيثما وجد الإنسان وجد علم النفس لأنه اللي بيتعامل مع الآلة إنسان إذا أحسننا إعداد هذا الإنسان هنعظم الاستفادة من قدراته وبالتالي ده هنعكس على الإنتاج في أي مجال من المجالات مدام معانا إنسان فهذا الإنسان هو محل دراسة علم النفس وعلم النفس بيهتم بالحالة النفسية لهذا الشخص وإنعكساتها على إنتاجه على عمله على حياته كل هذه الأمور هي مجال دراسة علم النفس حتى في الزكاية الاصطناعي دلوقتي لما غزى العالم دلوقتي وبقينا خلاص في عصر الزكاية الاصطناعي هناك ربط كبير ما بين برضو علم النفس وما بين الزكاية الاصطناعي لأنه في النهاية في النهاية المستهدف حتى من هذه التقنيات الحديثة هو الإنسان فانعكسات ده على الإنسان هتكون عاملة إزاي وهي تأثر بها إزاي وهي تعايش معها ويتفاعل معها إزاي يعني حيث ما وجد الإنسان وجد علم النفس وطبعا لما بنتكلم عن علم النفس في بيئة العمل فهنا علم النفس بيبقى بيساعد على ضبط بيئة العمل وتجهزها بشكل كويس جدا علشان نستفيد بيها في الصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى المرتبطة بتنمية المجتمع فيعني الحقيقة إن علم النفس عامل مهم جدا والمفروض إن إحنا إزاي ما حدثت كده تفضلت وأشارت نحس بيه في المجتمع يعني عايزين نعزم دوره بشكل أكبر ونشعر بعلم النفس في كل مجالات المجتمع وفي كل قطاعات المجتمع من اللي هيشعرني بقى بأنه فيه علم نفس يعني مثلا عندنا هنا يعني أنا مثلا في بيئتنا في بيئة العمل هنا ما عرفش إنه فيه يعني فيش دورات مثلا بتتم فضل الموضوع ما درستش علم نفس إعلامي في لا يعني مش عن تتكلم فضل أنت بتعدي نفسك أنت بقى من خلال قدرتك أنت بتتعدي نفسك على هذا المصانع لكن أنا بتتكلم عن العمال في المصانع هل أنا بجيبهم بقى عمل لهم دورات في علم النفس ولا أبتدي أجيب مثلا ما أنهم قاموني زي كترة زي حضرتك كده يبتدوا يقابلوهم في مواقع عملهم ويتكلموا معاهم هل المديرين ليهم دور في هذا الموضوع أن أنا مثلا بعد المديرين اللي هم بيتعاملوا مع العمال بهذا الجانب علشان يوصلوا اللي يتعلمون للعمال يعني إيه لو بنتكلم عن الواقع أعتقد أن فيه يعني نسبة من التهميش لدور علم النفس بالضبط ده اللي أنا أصدعي لو على الواقع لكن ما نتمنى ما نتمنى هو اللحظتك بتقوله بالضبط ما نتمنى أنه يكون فيه دايما لينك ما بين يعني المتخصصين في علم النفس وما بين قطاعات العمل المختلفة يعني الجميع على استعداد أنه يقوم بهذه المهمة لأنها حياة مهمة وطنية يعني أنه ننشر هذه الثقافة في الأوساط المختلفة وأوساط العمال المختلفة في المصانع وحتى في الشركات وفي المكاتب لأنه المشكلات بتنشأ من كده المشكلات بتنشأ من التفاعل بتنشأ من التواصل الغير جيد طبعا بتنشأ من أن الشخص زي ما قلنا حالته النفسية محتاجة تعديل محتاجة دعم محتاجة مزاندة محتاجين نبصره بنقاط القوة بتاعته محتاجين نعرفه برضو نقاط الضعف بتاعته وازاي وجهها وازاي يتغلب عليها محتاجين نعرفه حاجات كتير جدا وممكن يتم ده عن طريق الدورات التدريبية البسيطة اللي ممكن تتعمل في مكان العمل نفسه واللي تتناسب مع طبيعة العمل وفي مكان العمل نفسه يعني عشان برضو يبقى فيه استفادة أكبر طبعا محتاجين برضو دعم يعني أصحاب الشركات لو هي شركات خاصة أو المديرين أو الوزارات لو هي أعمال تابعة للحكومة محتاجين ده طبعا محتاجين دعم وتشجيع وإتاحة الفرصة يعني فكرة جيدة جدا ونتمنى تطبيقها لكن على أرض الواقع الحقيقة يعني مش مطبقة بشكل ده عارف حضرتك يعني أهم دور يعني اللي أنا شايفه يعني بعيدا عن العمل في النهاية العمل حيوصل له التوجيه الإيجابي لو كان المدير اللي فوقي يعني اتعلم صح أو خضع لي دورات تدريبية صحيحة أو لدي الوعي إن هو يقدر يقود أو يدير نعم هي مشكلتنا دلوقتي إن أنت ممكن بتكون موضوع موضوع التراقي أو إن أنا جيب مدير دلوقتي بتبقى حاجة نظرية كده وفي الآخر بيبتدي يتعامل بلا دراية مع التحتي يعني مجرد إن أنا أنا بدي أمره الأمر يتنفس لا فيه بقى جانب نفسي أو بعد نفسي جيء أو كده يا دي مشكلة يبقى لازم ما فيه وعي وفيه لأن أعتقد إن الجانب النفسي ده مهم جدا وما تبقاش مبادرات فردية يعني ما يبقاش مطروكة لإن المدير عنده وعي وعنده سعة اطلاع وثقافة فهيدير بطريقة جيدة ومدير آخر ليس عنده هذا القدر من الثقافة والإطلاع فهيدير بطريقة خاطئة لا عايزينها تبقى عملية منظمة وتبقى مخطط لها وتبقى شائعة ومنتشرة على الجميع يعني فيه تساوي في إتاحة الفرصة لكل العمال في كل المجالات إنهم ياخدوا جرعة نفسية بسيطة كده كويسة تدعمهم كمان حتى وتقويهم نفسيا وتساعدهم على إنهم يعيشوا حياتهم بشكل أفضل طب دكتور عاصم ده دور الدولة يعني الدولة هي المفروض تقوم بالدور ده ولا ممكن العمل الأهلي يكون ليه دور أيضا في هذا الموضوع دايما بنقول العمل الأهلي طبعا يعني مشارك أساسي للدولة في كل الأنشطة اللي بتقوم بيها هو دور الدولة بشكل أساسي طبعا لكن دور الجامعات الأهلية والمؤسسات الخدمية الأهلية مهم جدا بس هيبقى برضو يعني محتاجة نوع من التنصيق ونوع من قبول الفكرة برضو هترجع في النهاية لو هي وظيف حكومية هترجع للدولة هل هي متقبلة هذه الفكرة هل هي متقبلة هذه المساهمة من الجامعات الأهلية أو لا أنهم يقدموا دورات في أماكن العمل الحكومية بس فهي الموضوع محتاج تنصيق ومحتاج إيمان بالفكرة بين الجامعات الأهلية وما بين الحكومة أو المؤسسات الحكومية وإيمان واقتناع بالفكرة وبأهميتها وبنعكساتها على التنمية المستدامة برضو هنا بنكلم عن التنمية المستدامة اللي هي للسنوات بزرط بزرط استمرار في الإنتاج والعطاء وتعازم الإنتاج والعطاء بمرور السنوات معنى كده الموضوع التدريب مش تدريب مهني فقط لا مش تدريب مهني بس لا طبعا لا طبعا ما هو أنا إتقاني إتقاني للمهارة مش معنى أن أنا متقن مهارة أن أنا هأديها بشكل جيد يعني ساعات الطالب حتى لو بيذاكر بيذاكر ساعات بتركيز عالي جدا وساعات بتركيز منخفض جدا لأن الحالة النفسية كانت هنا أفضل من الحالة النفسية هنا فالعامل برضو نفس الموضوع هو متقن مهارات العمل لكن ما عندهش رغبة أن هو يعمل لا ده ساعات بقى ممكن لو الضغوطش دي ده قوي عليه بقى عنده رغبة أنه هو يعمل بشكل سلبي يعني أنه هو يبوز الشغل إيه ده ممكن لأنه الضغوط تراكمت عليه ومش قادر يواجهها فهنا احنا بنأكد بقى هو يبقى هنا لا الحالة النفسية هتخليه وهو متقن المهارات يعمل بشكل جيد جدا ويبقى بيحب العمل وينتج بشكل يعني بشكل أعلى من العادي فهي المسألة مسألة يعني إدراك لهذا التكامل ما بين الإنسان وما بين حالته النفسية وما بين المهارات اللي بتقنها في التعامل مع الآلة طب في حاجة دكتور اسمها تحسين بيئة العمل يعني أنا عندي بيئة عمل يعني في الشركات مثلا المنتجة بشكل عام يعني يقول لك إيه إحنا نجحين أو لا في المكسب والخسارة في آخر السنة بالزبط ده ممكن يبقى معيار أن الحالة النفسية هتخط العمال وكل شيء مستقر داخل المصنع أو داخل المكان ولا ممكن يكون معيار كاذب مش حقيقي لا هو إذا استمر إذا استمر يعني مش من سنة يعني ممكن يحصل ده في سنة نتيجة ضغط برضو من المديرين طفرة حصلت طفرة حصلت أو ضغط لكن هل طبعا الإنسان مش هيتحمل الضغوط لفترات طويلة هل هذا النجاح والوصول لمستويات عالية مستمر إذا كان مستمر وبنفس الأشخاص يعني يبقى ده معناه أن هم فعلا بيعيشوا بيئة عمل إيجابية لكن لو جاف سنة من السنوات وحصل هذه الطفرة فمش معناها في هذه السنة أنه كان في حالة نفسية إيجابية سائدة في بيئة العمل إذا استمر إذا استمر هذا الإنتام هي الحالة النفسية الجيدة والبيئة العمل الإيجابية بتضمن الاستمرار وإحنا بنركز عليها تحديدا لأجل هذا الاستمرار مش لأن إحنا عايزين إنتاج وقتي ولحظي جيد لأ إحنا عايزين ومستمر معنا على طول وعايزين المستقبل يكون أفضل ومش بس يعني السنة دي مثلا وصلنا لـ 80% لأي يبقى السنة اللي بعدها الـ 85% طالما أن إحنا بنصعد السلم ولو بدرجات بسيطة يبقى إحنا كده ماشيين صح لكن لو حتى ثبتنا الأداء بتاعنا ثابت عند 80% لأكتر من سنة يبقى فيه مشكلة يعني حتى ثبت الأداء حتى ولو هو عالي وجيد يعني لو رقم ثابت دي مشكلة في حد ذاته لازم ننمو باستمرار هو العمل كده ننمو باستمرار مدام فيه نمو مستمر يبقى فيه بيئة عمل إيجابية لأنه هو النمو المستمر تعظيم لنقاط القوة وعلاج لنقاط الضعف فأنا لو ثابت عند مستوى 80% مثلا أو مستوى معين معنى كده أن أنا ما قدرتش أعالج الكثير من نقاط الضعف اللي اكتشفتها أو ما قدرتش أقوي الكثير من نقاط القوة اللي اكتشفتها لكن طالما فيه دعم وتنمية لنقاط القوة وعلاج لنقاط الضعف يبقى هيكون فيه ارتفاع عن 80% دي هاوصل ل82 هاوصل ل83 وهكذا مشاهدين في كل مكان نتواصل معكم ولقاءنا مع الدكتور عاصم عبد المجيد بعد هذا الفاصل فانتظرون مشاهدين أهلا بكم معنا مرة تانية بنتواصل معكم على هوا ومباشرة نلقاءنا مع الدكتور عاصم عبد المجيد وستاذ مساعد علم النفس بكليات الدراسات العليا جماعة القاهرة وحدثنا حول إيجاد البيئة الإيجابية بيئة العمل الإيجابية والنفسية السوية التي تساعد على الازدهار والعمل بشكل إيجابي في أي مكان يعني منكلم على العمل في أي قطاع وفي أي مكان ليس العمل فقط في المصنع فقط ولكن العامل في أي مكان إنتاجي أو حتى وظيفي يمكن إحنا بنتكلم عن هذا الموضوع ونقطة الضغوط بكنا نتكلمنا عنها بشكل سريع في البداية ولكن عايزين نركز عليها علشان برضو نوضح إيه اللي ممكن يتعرض لها الضغوط ولكن هنصنفها هل الضغوط اللي بتعرض لها العامل اللي بتعامل مع الآلة أو بيتعامل مع حتى الآلة بشكل تكنولوجيا متقدم هي هي نفس الضغوط اللي ممكن يتعرض لها الموظف مثلا المكتبي اللي هو بيتعامل بشكل نظري مع بعض الأمور ذي برضو اللي بيتعامل مع الجمهور الموظف اللي بتعامل مع الجمهور في بعض الخدمات الضغوط هنا بتبقى مختلفة ولا غالبة ممكن تكون واحدة لا الضغوط بتختلف باختلاف طبيعة العمل طبعا عندنا يعني مصادر الضغوط كتيرة جدا وأنواع الضغوط اللي بتصدر وبنلاحظها كتيرة جدا كتيرة وممكن منها ما هو بيتعلق بالجانب المادي زي ما أشارنا في البداية وممكن ما يتعلق بجانب العلاقات الإنسانية أو ممكن ما يتعلق بجانب التحفيز والتشجيع إن في حد بيتم ترقيته بشكل فيه مجاملة وأنا بالنسبة لي أستحق هذه الترقية تفريقة بقى تفريقة في المعاملة أو إن اللوايا أصبح كنت أنا مقطق على فكرة ما هو إحنا هنا بقى عايزين نقول إيه النقطة الأساسية إن أنا أحدد هذه الضغوط وفهمها وطبعا أنا لما أحددها هعرف هل هي ضغوط حقيقية ولا أنا اللي ببالغ لأنه طبعا إحنا عندنا من أخطاء التفكير اللي بنقع فيها جميعا يعني المبالغة في التهوين أو التهويل إن أنا أبسط الأمور الصعبة أبسطها قوي أو إن الأمور تبقى سهلة وأنا أصعبها قوي فده خطأ من أخطاء التفكير أنا لما أحدد الضغوط دي هقدر أشوف أنا مكبر الموضوع ومهوله ولا الموضوع فعلا يستحق هذا هذه المعاناة يعني أخطاء التفكير أنا هرأيبها وأنا بحدد الضغوط أشوف الخطأ اللي عندي اللي أنا مارسته وأنا بفكر في هذه الضغوط عشان كده هحول تفكيري بدل ما هو تفكير سلبي أخلي تفكير إيجابي برضو ممكن من أخطاء التفكير اللي توقعني في هذا المطب وتخليني أشعر بضغوط غير حقيقية المبالغة في التعميم بمعنى؟ المبالغة في التعميم إن أنا يعني لما حد مثلا معين بيديرني بطريقة أو هو المدير بتاعي وبيدير بطريقة مش جيدة يعني وحد صديق له أو حد بينتمي لنفس المستوى بتاعه وجام مسك مكانه فأنا بتوقع منه الأسوأ بناء على ما كان يحدث من زميله أو صديقه المقرب يعني فبالغ في التعميم وبزود الضغوط على نفسي بشكل كبير فإنها بتتغير وهي مش عارفة والنظر السودوية والتشاؤم والحاجات دي كلها بتكون سبب كبير في الضغوط يعني إحنا لما بنحدد الضغوط بنقدر نعرف هل إحنا إحنا كأشخاص السبب في تصور هذه الضغوط وهي في الحقيقة ضغوط غير حقيقية ولا هي فعلا ضغوط حقيقية ويمكن حلها او هي ضغوط حقيقية ويصعب حلها يعني انا هصنفها بقى لما بحددها بصنفها ودايما احنا بنقول في حاجة في علم البرمجة اللغوية العصبية بنقول ان وراء اي سلوك سلبي اي سلوك ايا كان فيه نية ايجابية احاول انا بقى كعامل عايز اخفف عن نفسي هذه الضغوط ان انا ابحث عن هذه النية الايجابية او عن الجانب الايجابي ولو كان صغيرا عند القيادة عند مصدر الضغوط او في الضغوط دي نفسها او في عملية الضغوط دي نفسها يعني ممكن يكون الجانب الايجابي ده ايه انها بتديني خبرة او انها بتعرفني الناس يعني بتعرفني الشخص ده ان الشخص ده انا كنت امفكره شخص مثلا جيد وشخص حكيم وشخص ودود فانا اكتشفت انه غير كده فخلاص انا عرفت دي معلومة برضو لا تقدر بسمن هستفيد منها في المستقبل يعني دايما في اي حاجة سلبية في نقطة ايجابية كده مهمتي انا علشان اخفف الضغوط عن نفسي لان الضغوط بتؤثر على الحالة الصحية يعني ممكن تتسبب للشخص في امراض فانا عايز في النهاية اخفف الضغوط عن نفسي فانا حتى لو مش هتتحل الضغوط دي حتى لو المشكلة قائمة بس تأثيرها علي يبقى تأثير ضعيف علشان اوصل لهذا التأثير الضعيف يبقى ابص على الجانب الايجابي في اي عمل سلبي او اي مشكلة تقابلني كمان العمل نفسه اللي انا شغال في يعني دايما احنا نتذكر الحديث اللي بيقول دايما انظر الى او المقولة يعني مش متأكد الصراحة انظر الى من هو دونك في المال يعني او في العمل شانت تخلق نوع من الرضا بالزبط يا فاند الرضا دي او ان انا ابص لمميزات العمل اللي انا فيه العمل ده بيديني طبعا وضع اقتماعي بيديني ثقة مفيش مانع ان الانسان يبقى طموح وان حد ادنى منك بقى فوقي مفيش تعرض اطلاقا مفيش تعرض اطلاقا بين الطموح والرضا انا راضي بهذا العمل وبحبه ومقتنع به واطمح للوصول لمستويات عليا لكن قد تعقني بعض العقبات هذه العقبات في الحقيقة في المستقبل لازم هتزول مفيش عقبة بتظل مستمرة مع الفرد طوال حياته على المرء ان يسعى وليس عليه ادراك النجاح ودي قاعدة لازم ناخدها في حياتنا باستمرار علي ان انا ابزل كل جهدي كل جهدي ممكن ابزله وكل عمل استطيع ان انا اعمله علشان اوصل لهذا في اعمله طالما ان هو مشروع وقانوني لكن اذا لم اصل فانا عملت اللي علي مش علي ان انا اصل علي ان انا اسعى وكده انا مهمتي عملتها فتقبل بقى ان في مشاكل هتحصل ده حاجة مهمة برضو ده اعداد نفسي لنفسي بالزبط بالزبط علشان اخفف انا قلت في البداية انه مش بالضرورة لازم المشكلة تتحل ومش بالضرورة لازم مصادر الضغوط تزول ولكن بما ان هي قائمة وانا حاولت ان انا اغيرها بكل الطرق المشروعة ما ادرتش حاولت ان انا اتقبلها ما ادرتش فانا بتكيف معها اتكيف معها دي المرحلة الاخيرة ودي يعني هي درجات دي اخر درجة ان انا بتكيف معها بان انا ابص على الجوانب الايجابية فيها من النقاط المهمة برضو عشان اواجه الضغوط دي ان انا اتغافل واتقن فن التغافل مش كل حاجة ادقق عليها يعني اعدي الحاجات اللي ينفع انها تتعدى والحاجات اللي هي تمشي بالعتاب امشيها بالعتاب والحاجات اللي لازم فيها من اجراء قانوني اخد فيها الاجراء القانوني اللازم يبقى فن التغافل او التجاهل ده لازم اتقنه وأضرب نفسي عليه ومش هتقنه من أول مرة الحقيقة أنا هتضرب عليه كتير قوي علشان أتقنه الحاجة برضو المهمة يعني الصبر زي ما قلنا وعدم استعجال النتائج ما بقاش بعمل عمل معين وعايز المدير يقدرني في نفس اللحظة عايز المدير دلوقتي يدني مكافأة لا أنا أشتغل كويس أول إخلاص في العمل وحب العمل وإذا جات المكافأة دلوقتي ماشي ما جاتش هتيجي بعدين ما أستعجلش النتائج الحاجة برضو التالتة عدم توقع الكمال المطلق أو المثالية في كل الناس برضو دي بتسببنا ما في حب وفي كره وفي وفي ممكن يكون في مش مدرب حسد من البعض وغيرة يبقى أنا أتقبل كده من الناس ما بقاش أنا عايز أتعامل مع الناس كلها على أن بيئة العمل اللي أنا شغال فيها هي مجموعة من الملائكة دايما يعني عشان نتكلم بشكل مثالي عن الإدارة يقول لك يعني لازم أن يكون المدير لا بيحبه ولا بيكره ولازم العمل هو بس الفايسل ده ما بيحصلش دي قواعد مثالية دي مثالية دي في المدينة الفاضلة دي في المدينة الفاضلة ممكن يبقى أنا لما بتعامل مع زملائي في العمل مش بتعامل مع ملائكة وإحنا شغالين في الجنة ده لازم أحطه ده إعداد نفسي بالزبط إحنا مش ملائكة ولا بنشتغل في الجنة إحنا بشر وبنشتغل على الأرض وفي الدنيا إذن عادي جدا النزميلي ده ممكن يغير مني والغيرة شيء يعني مش مقبول لكن إحنا بشر في النهاية لازم أتقبل هذا الأمر ممكن البعض يعني يبقى فيه حسد يبقى فيه حقد أعارف إن ده شيء طبيعي لإن إحنا بشر أنا أتعامل مع الأمور بهدوء أكتر من كده يعني ماخدش كل حاجة بقى أعمل منها مشكلة وأزعل ولا ده فلان أنا كنت بحبه بس تطلع بغير مني وأعمل مشكلة أتقبل هذه الأمور لإن إحنا في النهاية في النهاية بشر الحاجة برضو المهمة إحنا برضو كل الكلام اللي بنقوله ده بنقوله ليه علشان أثر هذه الضغوط على الشخص يبقى في أدنى درجاته ما يتأثرش صحيا بشكل كبير الحاجة المهمة إن برضو أبقى عارف القوانين اللي بتنظم العمل بتاعي إيه وابقى ملتزم بيه لا بالعمل والتوصيف الوظيفي الوظيفة بتاعت دي متطلباتها إيه والمفروض إيه اللي أنا أعمله وإيه اللي ويحوا القوانين المنظمة لإعلاقتي بزملائي ولإعلاقتي برئيسي في العمل النقطة برضو المهمة وضع حدود في التعامل مش معنى إن إحنا بنقول العلاقات إنسانية إن تزول الحدود لا يبقى فيه حدود في التعامل برضو بين الشخص وبين زملائه وبين الشخص وبين مرؤوسي وسيادة الاحترام والتقدير بين الجميع ده شيء مهم جدا بعد ما بنروح بيتنا بقى يعني إحنا طبعا اللي هو بقى الجانب المتوقف بين التوازم بين العمل والأسرة لا لسه في مواجهة الضغوط هعمل حاجة بس بمسيطة بعد ما روح البيت الاسترخاء علشان طالما إن أنا تعرضت لضغوط شحنتني الضغوط دي قوي فأمار استمرين الاسترخاء ده لمدة خمس أو عشر دقيق اللي هو هي بقى بعد ما روح البيت اللي هو أخذ نفس عميق كده من الأنف شهيق يعني أيوة شهيق من الأنف وبعدين يخرج من البقى بعدها مثلا أحتفظ بيه سنيتين تلاتة كده وبعدين أخرجه من سنيتين مش دقيقتين لا لا دقيق تمام ده أعملها خمس دقيق آه خمس دقيق كده بحيث أن يعني تفك الضغط اللي أنا شعرت به في العمل بس أنا كده مستعد بقى للتعامل بهدوء مع الأسر تعالوا بقى هاتوا مشاكلكم تعالوا لي بقى نشوف بقى مشاكل البيت بقى بعد كده يعني الشهيق والزفير ده بيفرق آه طبعا بيخفف الضغوط يعني طبعا أنا أخذ الشهيق ده من الأنف يعني أنا أحط المستح ونشادد وفتح الباب وادخل آه طبعا كده بتأمل كده طبعا واسترخاء ذهني يعني ما تكونش بتفكر في حاجة ما بقاش بياخد الشهيق ده وعمل يفكر في المشكلات اللي حصلت بيقولك يعني زين نغير والله عايزين نغير نمط حياتنا كلنا يعني بحس الحاجة دي مهمة جدا بتخفف قوي من التوتر اللي حصل بسبب المشكلات اللي واجهناها في الشغل فنبدأ بقى إيه نتعامل بقى مع الأسرة بشكل هادي طبعا احنا دخلنا للأسرة هو بقى فتحنا الباب ودخلنا البيت عملية التوازن بين بقى بيئة العمل وأنا باعتبرها برضو الأسرة دي بيئة عمل برضو بس يعني في الأول أسرة يعني إزاي عمل التوازن ده آه ده مهم جدا طبعا إنه يبقى فيه توازن ما بين الجوانب المختلفة لحياة الفرض يعني آه طبعا لازم يكون عندي قيمة بالأهداف اليومية أهداف يومية طب لأهمية هذا الموضوع بقى هنطلع للفاصل ونرجع نتكلم فيه بقى بشكل كامل يعني مشاهدينا في كل مكان نتواصل بعد هذا الفاصل كل مكان أهلا بيكم معانا مرة تانية دكتور عاصم عبد المجيد ممكن احنا كنا أثرنا تساؤل هامة يعني هو يعتبر واضح يعني أحد الأسئلة الهامة جدا هو تحقيق التوازن بين العمل أو بيئة العمل والأسرة إزاي يتم تحقيق هذه التوازن ممكن احنا خصصناه بقى هذا الجانب من الوقت طيب هو أولا لازم الشخص يحدد قائمة أهداف يومية في كل يوم يعني مش أسبوعية أو شهرية في كل يوم له أهداف لا بد وأن ينجزها أو مهام لا بد وأن ينتهي منها يرعى في الأهداف دي بقى الشمول والتنوع يعني تكون شاملة العمل والأسرة والعلاقات الاجتماعية وحتى حياته هو الشخصية كفرض ترقي مثلا يبقى فيه جزء للإطلاع والقراءة وتسقيف النفس فيه جزء من الأهداف دي خاصة بعلاقاته الاجتماعية مع قربه وأصدقائه جزء خاص به الأسرة أسرته الزوجة والأولاد جزء خاص بعمل يبقى لا بد وأن يكون له قائمة من المهام والأهداف يومية في كل الجوانب دي اللي بيحصل أن الناس بتبقى أهدافها يا إما في العمل بس أو متركزة على البيت بس فتاخد شغل البيت تعمله في العمل أو شغل العمل تعمله في البيت أو العمل تاخد شغل العمل تعمله في البيت أو أن الراجل تحديدا يعني بعد ما يروح يتغدى مثلا ويخرج مع أصحابه بقية اليوم فما فيش مجال للأسرة ما فيش مجال لتنميات ذاته وتنميات مهاراته فالتوازن في الأهداف وتحديد الأهداف والمهام دي أول نقطة مهمة النقطة الثانية بقى توزيع الوقت على هذه المهام توزيعا عادلة توزيع العادل للوقت خلصت العمل يبقى انتهى الوقت المخصص للعمل ما روحش البيت وانا زهني في العمل ما سيبشي أو ما جيبش العمل معايا البيت ولو حتى بالتفكير مش بس مهام هاقوم بيها ان انا افكر حتى في العمل وانا في البيت يبقى انا كده يعني ظلمت الأسرة معايا او في يعني سوق تنظيم للوقت يبقى التوزيع العادل للوقت دي نقطة مهمة جدا جدا وبرضو عارف ان الأسرة مثلا لها وقت مخصص ومحدد مش كده وخلاص مش مثلا ساعة في اليوم لا ساعة من امتى لامتى لو انا حتى مخصص ساعة من امتى لامتى التحديد الدقيق لكل مهمة هتبدأ امتى وهتنتهي امتى النقطة التالتة التوزيع العادل للمجهود الناس يعني الناس كتير بتوزع وقتها يقولوا ان احنا مثلا هنعمل هنروح شغلنا نخلص مثلا ساعة ثلاثة خلاص مش هنفكر في الشغل خالص ولا هنبقى واخدين معنا شغل البيت نخلصه في البيت ولا اي حاجة خالص وهريح شوية ومن خمسة لستة او من خمسة لسبعة هقعد مع اولادي اتابعهم واشوف عمله ايه والكلام ده كله وبعدين هخرج مثلا من تمانية للعشرة مع اصحابي مقسم الوقت كويس جدا لكن مش مقسم المجهود فييجي فيه العمل ويستنفذ كل طاقته فلما يقعد الساعتين اللي هيقعدهم مع اولاده وبيقعدهم بدون مجهود بتبقى حاجات كده روتينية مش بيقدي فيها ومش بينجز فيها ومش بيحقق فيها الاهداف اللي هو وضعها لنفسه في البداية لانه ما فيش عنده طاقة او مجهود انه هو يكمل هذي الاهداف او انه هو يستنفذ يعني الاهداف الخاصة بالاسرة وما يبقاش عنده مجهود انه هو يخرج مع اصحابه او يوسع دايرة علاقاته الاجتماعية او يعمل كل ده وما يبقاش عنده وقت انه هو ينمي نفسه القراءة والاطلاع وتنمية المهارات والاطلاع على الجديد في مهام عمله اذا هي عملية التوازن او خلق هذا النوع من التوازن بين ان انا اوزف الوقت بطريقة كويسة واوزع المجهود بطريقة عادلة وان انا اقسم وقتي بحيث ان كل مهمة تاخد وقتها لا اكتر ولا اقل بدون افراط وبدون تفريط اذا نجحت في ان انا احقق هذه المعادلة فانا كده عملت ادارة جيدة كمان مش بس مهام العمل الاساسية والروتينية اللي باهتم بيها حتى ضغوط العمل دي بنساها فور الخروج من العمل ويمكن قبل الفاصل على طول لما تكلمنا عن عملية الاسترخاء علشان تفصلني عن هذه الضغوط وهذه المشاكل اللي وجهتني في العمل حضرك دي امنيات نتمنى والله نتمنى الحقيقة انما هم تحصلش نتمنى بالعكس انا لما ببقى متعرض لمشاكل في العمل نروح عمل مشاكل في البيت اه بزقم احنا نتمنى بقى نتمنى ان الثقافة السيكولوجية تنتشر وان احنا يعني نحاول نحنا قدر الامكان مش من اول مرة هتبقى مظبوطة معانا اوي يعني لكن نحاول ندرب نفسنا نحاول ندرب نفسنا مرة في مرة هللاقي ان الحاجات دي غيرت حياتنا بشكل كامل وبقينا سعداء في شغلنا وسعداء في بيتنا وفي حياتنا زي ما قلنا بعد ما بتخلص على طول تعمل الفاصل ده الفاصل بالاسترخاء البذني والزهني ده يخليك حتى ما تنقلش المشاكل او ما توجدش مشاكل اخرى بسبب هذي المشاكل اللي حصلت في العمل يعني شغيكو زفير عيامل ايه بيخفف التوتر اللي في العضلات يعني الضغوط بتعمل ايه ما بتخلي بتنشن العضلات بتخلي العصاب تشهد والشخص بقى متوتر فمش مستحمل حتى حد يقوله سلامه عليكم يعني الكلام اللي هو العادي حتى ممكن زوجته لما يروح البيت بتقوله كلام عادي جدا هي بتقوله له كل يوم يحصل مشكلة لانه مش متقبل حتى فكرة انه حد يكلمه لانه هي في مشكلة في الضغوط برضو كبيرة جدا نتمنى برضو ان الناس ياخدوا بالهم منها الشخص لما بيكون زعلان ما بيقدرش يفصل بين حالته هو العقلية وحالة الناس اللي قدامه فبيبقى بيطلب من الناس ايه لا شعوريا كده يعني انهم حاسين بالله هو فيه انتو مش مقدرين الحالة النفسية اللي اللي انا فيها وهم ما هيعرفون مين حينما ده في في زهنك انت وفي دماغك انت الناس ما تعرفش عنه حاجة فبالتالي هو بيبقى جاي مضغوط من العمل فهي بتكلمه هو يعني عايز يقول لها انت مش حاسة ان انا جاي متضايق وعايز الناس كلها تبقى عارفة تعرفونين بالزبط يا فاند فهنا بنقول بقى اخد جلسة الاسترخاء دي علشان تهدى كده علشان عشان تفصل بالزبط تفصل وتبقى تنسى بقى خلاص بعد جلسة الاسترخاء دي ممنوع خالص ان انت تفكر في العمل لا في مهمه الاساسية الطبيعية السالسة اللي بتحصل بدون مشاكل ولا في المشاكل اللي حصلت فيه العمل وتبدأ تعيش الدور الجديد انت خلاص خلصت الهدف الاولاني او الهدف المرتبط بالعمل تشوف بقى اهدافك التانية ايه وتركز عليها الاهداف المرتبطة بالاسرة وانت برضو شغال مع اهداف الاسرة ملكش دعوة بالاهداف خالص اللي بالعلاقات الاجتماعية مش تبقى قاعد بتذكر لأولادك او بتتبعهم وفي دماغك زميلك اللي هتقابله الساعة سابعة وهتخرجه فين وتجو منين ويجيلك تليفون منه او تتصل به وتقوله انت بتذكر لأولادك وتقوله احنا هنخرج الساعة كذا لا افصل وانا قاعد مع أولادي هو ده الأولادي بس مفيش اي حديث عن اي حاجة تخص اي حاجة تانية ولما اخرج بقى مع اصحابي ما نتكلمش بقى في الشغل ما نرجعش بقى ان ده حصل واش عارف ايه ونرجع نجيب المشاكل تاني فلا يبقى خارجين نتفسح او نروح عن نفسنا يبقى بنتكلم في حاجات تانية خالص ملاش علاقة بالشغل ولا بالبيت وهكذا الفصل ما بين المهام المختلفة البقتين اه بالظبط ده هيخلينا نعيش حياتنا صح ومش هيجي برضو زي ما قلنا من اول مرة هنتضرب عليها كتير قوي وهتنفع معنا في المرة وتطلع معنا مرة مش كويسة ومرة مش على اكمل واجه تكرارها ممكن يخليها يا بي حد ما نكتسب بقى الخبرة والتكرار هيخليها عادات يومية احنا بنقوم بيها بمنتهى البساطة والسلاسة وهتحسن جودة حياتنا بشكل كبير جدا وهنشوف اثارها على عملنا وهنشوف اثارها على اسرتنا وهنشوف اثارها على علاقاتنا الاجتماعية انا سعيدت جدا بعد اللقاء مع حضرتك ويعني كرر تهنية برضو كل عمال مصر بعيد العمال النهاردة وانشاء الله يعني كل هذه النصائح يتم الاستفادة منها وزي ما بقول هي في خانة الامنيات ولكن بتكرارها ممكن تبقى واقع ايجابي في حياتنا يعني نتمنى طبعا نتمنى شكرا جدا على هذا اللقاء لسؤس دكتور عاصم عبد المجيد أستاذ مساعد علم النفس بكلية الدراسات العليا جامعة القيرة شكرا على هذا اللقاء شكرا جزيلا لحظة كبير وشاهدينا في كل مكان استمتعنا بوجودنا معكم النهاردة فعلى وعد داين بلقات اخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد من صباح لكم ترجمة نانسي قنقر